مع محاولة سأتحدث مجموعة مجموعة في مجموعة الدكتور محمد سأخبرنا عن سي بيبتايد سي بيبتايد وكاتل جنبه نيو بلاير أشكر كل القائمين على المؤتمر أساتذية العظام تور فاهم يبيت دكتور طلعة عبدالعاطي كل الأساتذة اللي شرفوني أني أكون موجود النهاردة أشكر ميتشير بيرسونز تور برهيم الإبراشي تور أشرف تور خطاب وطبعاً اخترت عنوانة المحاضرة سي بيبتايد زانيوب لاير هو اللاعب الجديد هل الكلام ده حيبقى إزاي؟ ده اللي إحنا هنشوفه تقلب منين يا جماعة تمام كده لم يخلق الله أي شيء عبثاً بل كل شيء سبب ربنا ما بخلقش حاجة كده إحنا ممكن يبقى عدم معرفتنا بهذا الشيء هو اللي موجود لكن ربنا ما بخلقش حاجة كده سي بيبتايد هذا هو مي أجندة اليوم حد يعرف الشاب الظريف ده والراجل ده لما كبر بقى كده وتقريباً هو مات في السن ده ده بول لانجرهانز الراجل ده كان طالب في كلية الطب في ألمانيا في قرن الثامن عشر وهو بيفحص خلايا البنكرياس تحت الميكروسكوب وعرف طبعاً فيه إكسوكراين جلاند اللي هي الأسينار سيلز لاحظوا وجود بعض الخلايا الغريبة منتشرة ما عرفش إيه هي ديت وقال إن هي يمكن لها دور في الجلوكوز ميتابوليزم وفعلاً أثبت هذا الأمر في أول القرن التاسع عشر أو القرن العشرين وسميت الخلايا دي بإسمه إيلت أوفلانجرهانز لو خدنا مقطع من البنكرياس في خلايا إيلت أوفلانجرهانز دي هنلاقيهن بتتكون من مين لي ثلاث خلايا خلايا بيتا ودي بتكون حوالي ستين في المية وبتفرز تو مين هرمونز اللي احنا عارفينهم الإنسلون والأميلين الألفة سيل بتتمثل حوالي خمسة وعشرين في المية وبتفرز لي الجلوكاجون والدلتا سيل بتفرز السوماتوستاتين وفي خلايا صغيرة اللي هي بنكرياتيك بولي بيبتايت كلنا عارفين إزاي الإنسلين بيتكون؟ طبعا الإنسلين ده بروتين وعشان يتكون لازم يبقى المسلنجر RNA بيتكون من الDNA اللي موجود على كرومزوم 11 المسلنجر RNA بيحمل الشفرة الوراثية بيكون لي بري برو إنسلين وبعد كده البري برو إنسلين يعمل لي برو إنسلين والبرو إنسلين ينتهي بتكوين الإنسلين طبعا البري برو إنسلين بيتفصل منه وإن ترمنى المجموعة من الأمينو أسد عشان تعمل لي البرو إنسلين البرو إنسلين بتكوين من A chain وB chain وC peptide C peptide دي اللي هي الconnecting peptide بعد كده بيشتغل عليها إنظام تاني يفصلها عشان تبقى تسي تشيء C peptide اللي واحدها والإنسلين في الفورم بتاعه والشكل اللي معروف في الإكسجراتوري فيزيكل A chain وB chain ومتصلين ببعض بضاي سالفايد بونت طبعا زيما الدكتور فاوز استفاد إن الإنسلين دهوت بيطلع في الخلايا عشان يشتغل يشتغل على الإنسلين ريسبتور كأنه مفتاح بيفتح الباب يقوم الجلوكوز يخش جوه الخلايا يبقى الميم فانكشن في الإنسلين إن هي تدخل الجلوكوز جوه الخلايا فبتقلل لي الهايبرجليساميا What about the new player رجل اللي كان وقف على كرة زمان واخد شهرته من أربع سنين C peptide C peptide الحقيقة اكتشفه سنة 1967 مع بايو سينسزو في إنسلين لكن الفرست دي كومنتي ديوزد له كان في 1972 لما استخدمه كتست C peptide 31 أمينو أسد بيختلف من السبيشيز من بعضها على العكس الإنسلين اللي غالبا يبقى ثابت وعلشان كده احنا ممكن نستخدم البوفاين إنسلين هو ريليزد ان اكوي مولر أمونت للإنسلين يعني بيطلع واحد إلى واحد ريشيو السي بيبطايد بيتشال من البريفرال سيركوريشن في كونستان تريت المتوبوليزاشن بتاعه في الكيدني خمسة لعشرة في المية إكسيكريتد أن تشينجد في اليورين السي بيبطايد إكسيكريتد بالكيدني الهوف لايف بتاعه حوالي عشرين لتلاتين دقيقة والحقيقة هو بيختلف عن الهوف لايف بتاع الإنسلين اللي بيبقى ثلاثة لخمس دقايق وغالبا يبقى هيباتيك ميتابوليزم علشان كده انا قدر اعتمد على السي بيبطايد سي بيبطايد سي بيبطايد لكن الحقيقة ملاقوش له تأثير على الجلوكوز أو الليبيد ميتابوليزم وعلشان كده توريكة أو أهملة واعتبر انه للإنسلين سينسيز لغاية تقريبا أول التسعينات لما اكتشفوا انه بيبطايد ولو افكت على الميكروفاسكولر بلد فلوه والتيشوهلس علشان كده بدأوا كنسيدر از ابوسبل سيرابياتيك رول نتشرا الهيس توري سي بيبطايد في طيب 1 ديابيتس مستيشين بيبطايد بيكون إنسلين وذن خمسة يير بسبب تي سيل ميديتو أوتواميون سي بيبطايد فالشلدرن الليفل بتاعهم أقل من الأدلت والسبيد بيبقى مور سبيشيلي في الأطفال اللي قال لي من خمس سينين لكن الحقيقة إن برزيستان وفي سي بيبطايد ادفنتيشيس فور بيشان وستاي وان دايابيتس زي ما دي سي سي ترايل قالت الكلام ده دي سي ترايل دخلت مجموعة من العينين مجموعة من العينين دول تشيلدرن كان دايابيتس فيهم أكتر من خمس سينين وبدأوا يرفعوا الليفل أوف سي بيبطايد أكتر من اتنين من عشرة نانو مور بالليتر لقي إنه هما لما بيعملوا الحكاية دي السي شياتي دوز في فيربول ميتابوليك اند كلينكال اوتكم سبيشيلي ليس سي تنوباسي ليس نيوروباسي أند ليس هايبو سيفير هايبو جليسيميا في السبع سينين لثالت هذا الأمر بيولوجيكا الرول الحقيقة اعتمادنا الأساسي فور بريفينشن فور بريفينشن ف ديابيتك كومبليكيشن على جود منجمينت ف هايبو جليسيميا لكن اب تو ديت لغاية دلوقتي كل الأفورت اللي أجانست كليسيمي كونترول هايبو جليسيميا بريفينشن كومبليكيشن مما دفع إلى الحاجة إلى أدر ألترنتيب ثرابيوتك استراتيجي تارجتين التيولوجيكال فاكتور فور ديابيتك كومبليكيشن عشان كده لقينا أن السي بيبطايد ناو إذ أبيولوجيكالي أكتف ميليكيول ذات إنيشيات إنترا سيلولار سيجنين كسكيد ثرو انتراكشن وذي سبسيفك ريسيبتور يبقى السي بيبطايد على السيل ممبرين انسبيشيال سيلز بيبقى موجودة تقريبا في الاندوسيل سيل موجودة في الرينال تيوبلر سيل موجودة في النيرون السيل السي بيبطايد لما تقتاش للرسيبتور ده بيينشيات سيجنالين باثوي بتستيميولات انترا سيلولار ميليكيول ديبندنت على الكاليسيام سبيشيالي بروتين كاينيسي سبيشيالي ميتوجين اكتيفيتد بروتين كاينيسي القصة دي بتعملي بتعملي ابريجوليشن من من الفكتور نيوكلير فكتور كابابي ويبقى بيينشيام انترا سيجنال نيوترق سيجنال سوديم بوتسيام 10 بيتباز بيينج انترا سيجنال في طيب 1 بيتس ويبقى بيينج ميكروسكول بيينج ايجان في إيقافة الصفورة والسطلسطة وكتباتيات إيقافة عملاء الموكي والمتالح في تعالف عمل الصفورة نعمة المنظمة على حدث العمل والنطاعة حرمي الأماء تتخصصي على المنظمة سيبطانية أفضل التعالي رامسي بتعمير رينال فانشن .اندستركشور بتديكريز يورينأري ألبوم إن إكسيريشن بريفنتور ديكريز ديابيتس أنديوست جولوميريولتشينجيس سكن داري طوه مزانجيل إكسبانجي الحقيقة أنا بدور في زكرياتي لقيت الصورة دي تريد حد يعرف حد فيها التاب الراجل ده التاب الراجل ده دكتور كامل حميدة الحقيقة السرعة دي كانت في 2006 في هيلتر رامسيس كليناكال يوزس اوف سيبيب طايت تاستنج الحقيقة بتفرق بين طايب وان دايابيتس طايب تو دايابيتس اند مودي ماتورتي اونس اوف يانج بالدفرانشيات بتوين الكوسوس اوف هايبو جليسيميا وكلنا عارفين الكلام ده اللي عنده لو خاد انسولين اللي عنده انسولين سيكريشان اللي عنده بياخد أورال هايبو جليسيميك استخدام السيبيب طايت بيقدر يفرقني بابين الحاجات دي سيبيب طايت يوز فور ديترمينك زبو سابيليتي اوف جاستيروما استيشيوديد وزمين طايب وان سيبيب طايت برضو ممكن استخدمهم في العينين اللي عندهم بولي سيستيك اوفري سندروم عشان اقدر اشوف انسولين ريزيستان فيهم السيربي للسيبيب طايت بدأت فيه محاولات كتيرة وفيه شركات كتيرة تبدأ تشتغل على السيبيب طايت الحقيقة بدأت الكلام ده ممكن من الفين واثناشر والفين واربعتاشر بنقول ان السيفرال الفيسيولوجيك الافيكت هابين ابسيرفد ان سيفرال فيزوان ان ديكسيبوراتي فيزو سطادي ان ألمس تلتميت بيشن طايت وان دايبيتس واجدو سيجنيفيكانت امبروف منت ان طايب وان دايبيتك ريليت كومبليكيشن اس بريفرال نيوروباسي نيفروباسي اند اثر لونج ترم كومبليكيشن طايب كل كل كلامنا اصنعي السباب gustaríaد وطاpannt طايب وان دايبيتس بطا يتجل صيب طايت في طايت بان كلنا عارفين وان إنسولين فيه تقريبا ديفرشت فأتي بتاليدي مش موجود فانستخدمه لعينه يستفيد طا kal طايت بطا ممكن نقسمهم الحكتين ليت طايب طو وليت طايت طو اريلي طايت طايت بان طايب طو هيبقى فيه هيبر إنسولينياميا اليسسس trave بسيبطايت في عالي اللي تايت طايت سيببتات من الأنسلين بيتاسل إجزوغوشن مش حلقة فيه سيببتات القصة دي هتمشي معنا إزاي، ده اللي إحنا هنشوف سيببتات الحقيقة مي بروموت لجن ديفولومنت سابجكت وستايبتو ديابيتس ان دي انسلين رزيستنس حويل، أبليكيشن سيببتاتين طايب وان ديابيتس سابجكت هو لاك سيببتاتي سابجات ميكروفاسكوار كمبليكيشن ستش آز دايبتك نيروباسي وعشان كده يبقى السؤال Is the potential pro-athirogenic action of sebeptide in contrast في مقابل the clinical benefit of sebeptide treatment in patient with type 1 diabetes definitely not The potential pro-athirogenic action of sebeptide is not in conflict with the clinical benefit of sebeptide treatment in subject with type 1 diabetes بنشبه الحكاية دي بإيه بنشبه الحكاية دي بالعيان اللي عنده clinical hyperthyroidism أو hypothyroidism العيان اللي عنده clinical hypothyroidism لو أنا استخدمت فيه levothyroxine الموضوع ده هيبقى beneficial بالنسبة لي لكن العيان اللي عنده hyperthyroidism levothyroxine level اللي عالي فيه أو الثيروكسن اللي عالي فيه هيبقى هارمه في العيان خياسا بهذا similar mechanism may apply it for sebeptide supplementation of sebeptide in type 1 diabetic patient may be beneficial while an increase in sebeptide level in patient with insulin resistance and the early type 2 may be harmful sebeptide receptor it could be an interesting therapeutic target for both patient with type 1 and type 2 diabetes لو أنا مالتا اكتفاشن في السيبيب طايد could be beneficial in patient with type 1 while blocking of sebeptide in patient with insulin resistance and the early type 2 diabetes may help to prevent vascular communication the group shed شرقية association of diabetes مؤتمرنا 26-11 كلكم عزمين فيه بالتأكيد conclusion and the future outlook sebeptide بوصم clinical and the therapeutic impact sebeptide is more reliable than insulin as a measurement of indigenous insulin secretion can also be measured insulin in insulin treated patient measurement of sebeptide can differentiate between type 1 type 2 and the moody sebeptide considered bioactive indigenous peptide due to specific binding to cell membrane receptor articular intracellular signaling pattern effective involving activation of indigenous nitric oxide synthase sodium potassium ATPase sebeptide replacement together with the classical insulin therapy may prevent retard or amelorate diabetic complication in patient with type 1 diabetes ما عنديش في طايب 1 ديابيتس دي سيز موديفاينج اجنت اقدر بي امنع الميكروفاسكوار كومبلكيشن I can hope that ongoing development of long-acting sebeptide will facilitate further clinical trial and allow definition of sebeptide potential rule in the therapy of type 1 the development of sebeptide sensitizer or high affinity agonist what would be an important next step ana إن قẩn indicator thank you Thank you مشكتور محمد الإلكتن